السلام عليكم أيها الشعوب العربية العزيزة وخاصة الشعب السوري واللبناني وتعازينا إلى أهل بيروت الحبيبة والغالية والعزيزة وبيروت لها فضل كبير علينا وعلى كثير من الشعوب العربية ونسأل الله أن يحميها ويحفظها ويرعاها بدي وجه رسالة للشعب السوري على كل حال بالنسبة للاستفادة من الدرس والعبر في بيروت هذه شفتني أيها الشعب السوري أن المنافسة بين العصابات الإيرانية والعصابات الصهيونية تؤدي إلى دمار الدول العربية يعني الإسرائيليين بفوتوا بيضربوا بسوريا وبيضربوا بإيران وبيضربوا ببيروت وقصفوا مرفأ بيروت وفجروا الذخيرة والأسلحة والموجودة في يعني مرفأ بيروت يعني ثلاث ألوان طلع طلع لون أسود ولون أحمر ولون دخان أبيض والضغط يعني دمر نصف بيروت فمن الواضح أنه يعني ما في خط أحمر عند الإسرائيليين بيفوتوا بيضربوا منطقة سكنية يعني وما حط ذخائره وحزب الله بدهم يضربوه فالتواجد الإيراني في سوريا والعراق واللبنان هذا سيجعل باستمرارية القصف الإسرائيلي وعندها ضوء أخضر من أمريكا خاصة قبل الانتخابات نحن ذكرنا ونبهنا أنه يجب إخراج الإيرانيين من سوريا لأنه ترامب وعصاباته حتظل أن يقصفوا مواقع إيران في لبنان وفي سوريا وفي العراق ويعني رويدا رويدا سوف يدفع الثمن هذه الشعوب الشيء النقطة الأخرى يجب الانتباهة لها يا شعب دمشق إذا كان عصابات مصر الله وعصابات إيران حيحطوا ذخيرة حواليكم وحوالي المدن وبقلب المدن سوف يحصل معكم نفس ما حصل في مرفق بيروت فديروا بالكم نفس الانفجارات اللي كانت عم يعني تسير بسوريا هي نفسها دخانية وبيضة على شكل الفطريات أو الفطر شايف كيف وألوان ورجرجات بالأرض وزبزبات هاي يعني كثير فيديوهات وضعت على اليوتيوب أنه القصف الإسرائيلي عم يعمل هذه الأشياء وإيران عم تحاول أنه تضغط في الملف النووي فبدا تزعج إسرائيل وتخوف إسرائيل وتعمل مسرحيات مع إسرائيل وتنافس لحتى ترجل اتفاقين نووية فنحنا عم ندفع الثمن أيها الشعوب العربية الفلسطيني والسوري واللبناني وهدولا ما بدون يحاربوا بعض لا الإيرانيين بدون يحاربوا إسرائيلية ولا إسرائيلين بدون يحاربوا الإيرانيين هن عم يعملوا منافسات على أرضنا لمصالح الشركات الغربية ونحن عم ندفع الثمن فأرجو الانتباه لهذه النقطة ويجب إخراج كل إيراني ممول وعسكري واقتصادي من سوريا واللبنان والعراق وإلا ستدفعوا ثمن أكبر وباهر وهن ما بدون يحاربوا ما بدون يحاربوا وما بدون يحاربوا فهموها الله يرضى عليكم هن بس بدون يعملوا مسرحيات وبدون يدمروا شعوبنا هاي لازم تفهموها هن لو بدون يحاربوا كانوا ما جابوا الفلسطينيين من الأردن وحطوهم بلبنان وبعدين من 1882 جابوا الجيش الإسرائيلي وصحقهم ودبحهم ودمروهم وبعدين عملوا مسرحيه وجابوا نصر الله وعصاباته وأنه بدون يحروا فلسطين من هالكلام كذا الجيوش العربية والأنظمة العربية لا تريد أن تحارب إسرائيل لما بيصير عندنا قوة لما بيصير عندها فعلا صواريخ مثل نوعية الصواريخ الإسرائيلية وبكون في سماح لنا لأنه ما حدا حيسمحنا ما حدا حيسمحنا للشعوب اللبنانية والفلسطينية والسورية إسرائيل فالجيوش العربية هي عامي حماية لإسرائيل وما حيسير غير مسرحيات فأرجو أنه تطردوا الإيرانيين وبابا يستعملوا أراضينا وبابا يستعملوا مرافقنا وبابا يستعملوا مدننا ويحرقوها أنه نحن عم ندفع الثمان والقدس ما عم تتحرر واللي بدي حكم القدس واللي حرر قدس لازم يكون عنده جيش قوي فهي القدس وغيرها من المدن بفلسطين هذه يحكمها الأقوى ودرسوا التاريخ وشوفوا التاريخ المسلمين لما حكموها كانوا أقوياء ولما الآن المسلمين صاروا ضعفاء بعد نهاية الدولة العثمانية ما استطاعوا يحكموها وما استطاعوا يحمل القدس فلازم المسلمين يكونوا أقوياء في الإيمان وفي الأمور العسكرية لحتى يدروا يحكموا القدس ويحروا فلسطين وهذا باختصار فأيها الشعب السوري رجاء أن أطرد الإيرانيين لأن الإسرائيلين حيجي يقصفوكم بصواريخ مدمرة وتحرق نصف دمشق مثل ما حرقوا نصف بيروت قلو لكم يكونوا تروحوا تعملوا حرب وروحوا على الجولان وحاربوا الإسرائيلية من الجولان وروحوا على جنوب لبنان وحاربوا إسرائيلية من جنوب لبنان فببأ يستعملوا المدن ولا يحطوا فيها ذخيرة إيرانية وبركاته وهذا باختصار وكلامكم وفهمكم كافي